رقم عشرة عندنا بقى الكواليس الخاصة برقم عشرة اجتماع اتحاد الكرة اللي قرر فيه ان هو يقيل يطوي صفحة روي فيتوريا ايه اللي حصل ايه اللي تم ايه اللي جرى خدونا نشوف رقم واحد اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة النهاردة عشان يحسم مصير روي فيتوريا بيشهد على همشي جلسة اخرى مع المدرب عرض خلالها الثنائي زي ما قلنا امبارح رئيس مجلس الادارة ادارة الاتحاد سيد جمال علام ونائبه خالد الدرندلي عرض على البرتغالي روي فيتوريا ان هو يستمر بس تحط شروط الشروط رقم واحد ان هو يخفض راتبه وان هو يجري تعديلات على الجهاز المعاون له ويكأن المشكلة ان هو ان روي فيتوريا يخفض راتبه ويكأن ان المشكلة ان روي فيتوريا يغير او يعدل او يبدل الجهاز الفني المعاون انا معرفش على اي اساس اتحاد الكرة كان بيفكر في هذا التفكير كان هو ده المفاوضات اللي كانت ما بينه وما بين روي فيتوريا امبارح بس على اي او النهار ده بس على اي حال هذا الاختراح قبل بالرفض من قبل روي فيتوريا ده رقم واحد ده رقم اتنين بعدما روي فيتوريا رفض العرض المقدم من قبل اتحاد الرئيس الاتحاد جمال علام ان هو يستمر بشروطه لجأ المجلس للتصويت على رحيل روي فيتوريا بالفعل تم تصويت تصويت اعضاء المجلس بالاجماع على اقالة المدرب البرتغالي وعلى رحيله عن تدريب منتخب المصري ده رقم اتنين رقم تلاتة بعد ما تم اقرار اقالة المدرب البرتغالي بيقرر مجلس ادارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة علشان تعمل ايه اللجنة دي علشان تتفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا حول تقصيد قيمة الشرط الجزائي في العقد بتاعه واحنا كنا يعني عارفين كلنا ان هو ليه شرط جزائي ثلاث شهور ما يعادل تقريبا ستمائة الف دولار بعد ما رفض المدرب ان هو يتنازل عن كل او جزء من الشرط الجزائي وهو تمسك بالحصول عليه كاملا خلينا نقف هنا شوية تم تشكيل لجنة من قبل اتحاد الكرة هذه اللجنة علشان تعمل ايه علشان تتفاوض مع روي فيتوريا حول الشرط الجزائي بتاعه هو هيعمله في ايه هو الراجل من جانبه هو الراجل رافض ان هو يتنازل عن كل او جزء من المستحقات بتاعه من الشرط الجزائي الراجل رافض تم تشكيل لجنة علشان اللجنة دي انت تتفاوض مع روي فيتوريا يعني تم اتخاذ قرار اقالة روي فيتوريا قبل ما نعرف هنعمل ايه في الشرط الجزائي اللي هو قمته ثلاث شهور مستحقين لروي فيتوريا تمام تمام رقم اربعة يلا يا شباب قبل قرار روي فيتوريا ان هو او اتحاد الكورة ان هو يعين محمد يوسف مدرب عام للمنتخب كانت هناك مفضلة المفضلة كانت ما بين محمد يوسف ومحمد شوقي المدرب المساعد السابق في جهاز كارلوس كيروش المدرب طبعا وكان يعني هو حد كادر او كادر واعد محمد شوقي في التدريب طيب كانت المفضلة هنا ما بين السيرة الزاتية لمحمد شوقي وما بين يوسف والاتجاه داخل اتحاد الكورة كان مال لصالح كابتن يوسف ليه علشان هو السيفي بتاعه كان اتقل شوية من كابتن محمد شوقي علشان هو فاز بلقب دوري ابطال افريقيا مع نادي الاهلي قبل كده كان تقريبا في كان 2013 ده خل اعضاء الاتحاد بيصوتوا على قرار تعيين كابتن محمد يوسف مدرب عام بالاجماع تمام نخش على رقم خمسة تمت مناقشة بعض الاسماء اللي حيتم اختيار مدرب حراس المرمى الجديد في جهاز المنتخب وزي ما شفنا وزي ما تابعنا ان حارس المرمى في منتخب المصري كرة القدم كان المركز ده كان فيه مشكلة كبيرة كبيرة جدا شاهدناها لمسناها عانينا منها كلنا في كاس الأمم الأفريقية اللي فاتت تقريبا احنا اكتر فريق اللي لم تخني الزاكرة استقبلت شباكوا اهداف سبع اهداف سبع اهداف فيه مشكلة في المركز ده مركز حراسة المرمى المنتخب المصري لكرة القدم على ايات حال كان عندنا النهاردة في الاجتماع تمت منخشة بعض الأسماء مين اللي حتم اختياره كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني الجديد كان عندنا الأسماء اللي تمت ترشحها كابتن طارق سليمان او ايمن طهر المجلس اللي حتى الان لم يستقر على اسم من هو مدرب حراس مرمى المنتخب المصري حتى الان طيب النقطة بقى المهمة والنقطة اللي احنا كلنا بنفكر فيها والنقطة اللي احنا كلنا بنتكلم فيها اللي هي ثم اما بعد الفترة اللي ما بعد كابتب محمد يوسف مين اللي حيمسك المنتخب المصري لكرة القدم مين اللي حيتولى المهمة مين اللي حيكون كابش الفدى يعني للفترة القادمة فكابش الفدى بقى حيكون مين تم التفاوض اتحاد الكرة بدأ بالفعل في التفاوض مع الفرنسي هيرفي رينارد وخليه بس أكون واضح هو لنيه بقول كربشي فيه ده هقول لكم بعدين بس تخلوها في الـ background تمام؟ تمام اتحاد الكرة بدأ بالفعل أنه هو يتفاوض مع الفرنسي هيرفي رينارد لو كان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم النسائية ده آخر منصب هو كان بيشغله هل هو الوحيد اللي بدأ فعلاً اتحاد الكرة أنه هو يتكلم معاه يفتح كونكشن ما بينه وما بينه لا كان هيرفي رينارد أحد الأسماء فيه أسماء تانية مرشحة زي مين؟ زي سباستيان دي سابر المدير الفني الحالي لمنتخب الكونجو اللي هي طلعتنا من البطولة كونجو الديمقراطية واللي صعد لنص النهائي وكمان كابتن هوجو بروس مدرب الكاميرون السابق ده اتحاد الكرة ماشي فيه اتجاه مش بس اتحاد الكرة ماشي فيه اتجاه أنه هو يشوف السير الذاتية لمن سوف تولى مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري لكرة القدم كمان دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب وهي الرياضة بدأ هو كمان من طريق آخر من سكة أخرى نوعية تفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش علشان يرجع تاني يدرب منتخب مصر فيه علاقة جيدة ما بين معالي الوزير وما بين كارلوس كيروش هو بيحاول أنه يقرب ما بين وجهات النظر ما بين مجلس إدارة الاتحاد والمدرب البرتغالي ولنا هنا وقفة الوقفة مفادها أن هناك خلافات الخلافات دي للعيان على العامة ما بين السيد المبجل جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وما بين كارلوس كيروش لدرجة أن سؤل كارلوس كيروش مرة في أحد القنوات العربية على رئيس اتحاد المصري لكرة القدم وكان رأيه فيه كان رأي سيء للغاية هناك خلاف حاد ما بين كارلوس كيروش وما بين جمال علام مع حفظ الألقاب والطريقة اللي مشي بيها كارلوس كيروش قبل كده مين اللي كان بيقود هذا الملف كان السيد المبجل جمال علام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيحاول أنه الآن يقرب ما بين وجهات النظر تخيلوا بقى لو كارلوس كيروش رجع تاني خلينا نتخيل كده إزاي حيكون التعامل والتنسيق ولازم حيكون فيه تنسيق لازم حيكون فيه تعامل لازم حيكون فيه تواصل ما بين مدير فني منصب المدير الفني لكرة القدم المصرية وما بين رئيس اتحاد المصري لكرة القدم هل معالي الوزير دكتور أشرف صبحي هيكون منجوذ فيه الاتصالات اليومية ما بينهم الله أعلم خلينا نشوف إلا هيحصل خلونا نكمل يا شباب ثامنا هناك اتجاه بأن يقود محمد يوسف منتخب مصر الأول في دورة الإمارات الودية والمقرر لها في مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا تونس نيوزيلاندا خصوصا في ظل رفض الاتحاد مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه ميكالي كونه العقد الذي وقعه الاتحاد للمشاركة في البطولة ينص على مشاركة المنتخب الأول في هذه البطولة الودية دورة الإمارات الودية مقرر أن هي تتلعب في مارس طيب هذا كل ما لدينا فيما لوصله بالكواليس الخاصة بالسفيهات المطروحة لاختيار أحد المدراء الفنين لتولي المسؤول